طلابي العزاء طلابي السنوية في كل مكان شعبت الأدبي أهلا بكم ومراجعة مهمة جدا للجغرافيا طبعا امتحانة الجغرافيا إن شاء الله يعني بنتكلم عن 60 درجة 60 درجة هيفرقوا كتير جدا في المجموع الكل بالنسبة لكل طالب في شعبت الأدبي علشان كده عايزك تركز كويس جدا في الأسئلة دية لغية آخر سؤال في الفيديو علشان دي من الأسئلة اللي هتضمن لك إن شاء الله درجات كتير لو وردت فيه الامتحان تعالي نشوف الأول توزيع درجات الجغرافيا بيكون إزاي مهم جدا لطلابنا الأعزاء إن هم يعرفوا كل جزئية في المنهج عليها كم درجة بالزبط علشان يبقوا عارفين وهم بيحلوا إن شاء الله إيه الدرجة اللي ممكن يحصلوا عليها إحنا عندنا في الجغرافيا الوحدات الوحدة التمهيدية عليها 6 درجات الوحدة الأولى عليها 22 درجة الوحدة التانية عليها 25 درجة أما الوحدة التالتة فعليها 7 درجات لو جمعت الدرجات دي كلها مع بعض هيتلع لك 60 درجة تعال كده الأول نشوف الوحدة التمهيدية وأسئلتها اللي ب6 درجات ممكن يجينا الأسئلة إزاي بالزبط وكمان نعرف طريقة الإجابة عن كل سؤال من الأسئلة دي السؤال الأولاني بيقول لنا بما تفسر شهدت الخريطة السياسية العالمية تغيرات مستمرة على أمر التاريخ طبعا لو جالك سؤال زي ده هتقول حيث تمثلت هذه التغيرات 1- ظهور أو اختفاء دول 2- اندماج دول مع بعضها البعض أو انقسمها 3- اختلف توزيع القوى العالمية بظهور قوى عالمية واختفاء أخرى 4- نسج علاقات دولية جديدة وتمزق أخرى 5- قد شهد العالم في الآوينة الأخيرة تفكك الاتحاد السوفيتي وبعده انفرضت الولايات المتحدة بزعامة العالم وعشان كده ممكن يجيلك سؤال في الجزئية دي بس السؤال بيقول ما النتائج المترتبة على تفكك الاتحاد السوفيتي السابق بالنسبة لخريطة العالم السياسية لو جالك سؤال زي ده وده سؤال مرتبط بالجزئية الأخيرة في السؤال اللي فات طبعا هنقول النتيجة أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تنفرد بزعامة العالم نروح لسؤال تاني بيقول لنا ما المقصود بالجغرافيا السياسية طبعا الجغرافيا السياسية هي فرع من فروع الجغرافيا البشرية بيهتم بدراسة المقومات الجغرافية الطبيعية والبشرية للدولة وتنظمها الداخلي وتأثير ذلك في قوتها السياسية وعلاقتها الدولية سؤال تاني برضو ما المقصود وطبعا أسئلة ما المقصود دي بيتيجي كتير في الامتحانات بيقول لنا ما المقصود بعلم الجيولوتيك طبعا علم الجيولوتيك ده دراسة تأثير العوامل الجغرافية والاقتصادية والبشرية في سياسة الدولة الخارجية أي أن الهدف من تطور القوى السياسية للدولة هو تحقيق هدفين طبعا خارجيا الهدف الحصول على حدود طبيعية جديدة على حساب الدول المجاورة أما داخليا فهو تحقيق الوحدة والتجانس بين شعبها عشان كده ممكن يجي لك السؤال مثلا يقول لك علل يعني صراعات أو علم الجيولوتيك بيؤدي إلى الصراعات ما بين الدول هنقول طبعا لأنه من هدف هذا العلم خارجيا الحصول على حدود طبيعية جديدة وده بيكون على حساب الدول المجاورة مما يؤدي إلى الصراعات بينها ممكن يجي لنا السؤال يقول لنا ما المقصود بالمجال الحيوي المجال الحيوي هي الدول المجاورة لألمانيا والتي استغلت مفاهيم رتزل التوسعية بصورة خطأ لسه برضو في أسئلة ما المقصود بيقول لنا ما المقصود بالإطار العام طبعا الإطار العام دورة حياة الدولة وهي النشأة والثبات والنطج والضمحلات يعني الدولة بتمر بمراحل أربعة النشأة والثبات والنطج والضمحلال وطبعا الكلام ده اللي قاله ابن خلدون سؤال تاني بيقول لك ما أهمية دراسة الجغرافية السياسية أو يجي لك السؤال بشكل آخر يقول لك لماذا أصبحت دراسة الجغرافية السياسية ضرورة حتمية طبعا دراسة الوحدات السياسية اللي هي الدولة من حيث ملامحها الجغرافية ودي أهمية الجغرافية السياسية كمان تحديد عناصر القوى والضعف للوحدات السياسية من أهدفها كمان وأهميتها تحليل التجمعات الإقليمية والعالمية تحليلا جغرافيا موضوعيا والتعرف على المشكلات السياسية واقتراح حلول مناسبة لها وأخيرا توفير البيانات والمعلومات لمتخذ القرارات السياسية والعسكرية ذات الأبعاد المكانية اللي هي الجغرافية سؤال بيقولك إشرح كيف ساهمت الجغرافية السياسية في نشر السلام في العالم طبعا لو جمنا سؤال زي ده هنقول أنها عن طريق التعريب بالمشكلات السياسية وتحليلها واقتراح الحلول المناسبة لها ومن أمثلة ذلك لازم نقول المثالين دول دور الجغرافيين بعد الحرب العالمية الأولى والتانية في رسم الحدود السياسية الحديثة في أوروبا كمان دور الجغرافية في الدفاع عن حق مصر في قضية طابة سؤال بيقولك ما المقصود ونرجع لأسئلة ما المقصود مرة تانية تابع معايا لغاية آخر سؤال لأن الأسئلة دي من الأسئلة المهمة جدا ما المقصود بالتقنيات الحديثة؟ طبعا التقنيات الحديثة هي الاستشعار عن بعد كمان تطور وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب نظم المعلومات الجغرافية سؤال آخر بيقولك إشرح العلاقة بين الاستشعار عن بعد والجغرافية السياسية طبعا هنقوله أن الاستشعار عن بعد أدى وما يستخدمه من وسائل التصوير الجوي والفضاء الحديثة وأجهزة تحديد المواقع اللي هي جي بي اس كل ده أدى إلى توفير مرئيات فضائية ومعلومات أكثر دقة ومنها الحدود السياسية بين الدول والممرات الملاحية والمياه الإقليمية إلى جانب مناطق النزاعات بين الدول إذن الاستشعار عن بعد في علاقة بينه وبين الجغرافية السياسية أن الاستشعار عن بعد والأجهزة الحديثة وأجهزة تحديد المواقع زي جي بي اس وكده كل دي أدت إلى توفير مرئيات فضائية ومعلومات كانت دقيقة جدا من المعلومات دي ومن الحاجات دي الحدود السياسية اللي بين الدول كمان الممرات الملاحية والمياه الإقليمية اللي موجودة ما بين الدول إلى جانب مناطق النزاعات بين الدول وبعضها البعض اشرح العلاقة بين الجغرافيا السياسية وتطور وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طبعا العلاقة أن ده أدى إلى أن أصبح العالم واحدة واحدة أو ما يعرف بالقارية الكونية وذلك نتيجة للسرعة الهائلة التي تتضفق بها المعلومات والبيانات عبر حدود الدول وقد استفاد علم الجغرافيا السياسية كغيره من العلوم الأخرى من تطور تكنولوجيا المعلومات سؤال آخر بيقول لك اشرح العلاقة بين نظم المعلومات الجغرافية والجغرافيا السياسية في علاقة كبيرة جدا طبعا ما بين نظم المعلومات الجغرافية والجغرافيا السياسية العلاقة دي بتتحدد في توفير كافة البيانات والمعلومات الرقمية عن الموارد الطبيعية والبشرية واستخدامات الأراضي وده كله بيساعد في التعرف على مدى قوة الدولة كمان توفير خرائط حديثة ودقيقة عن الدولة إلى جانب مساعدة متخذ القرار في اتخاذ القرارات السياسية السليمة اعتمادا على البيانات الدقيقة والتفصيلية المستمدة منها يبقى دي كلها اللي بتبين العلاقة ما بين نظم المعلومات الجغرافية وما بين الجغرافية السياسية سؤال تاني بيقول لنا ما النتائج المترتبة وخلي بالك احنا قلنا ان الاسئلة دي بتعتبر من الاسئلة المهمة جدا ما النتائج المترتبة على التغيرات السريعة التي حدثت اواخر القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين على الجغرافية السياسية من النتائج دي كان الاهتمام الرئيسي للجغرافية السياسية بيتمثل فيه واحد دراسة الوحدات السياسية اللي هي الدولة اتنين العلاقات الدولية تلاتة المشكلات السياسية ونتيجة ذلك اتسعت مجالات الجغرافية لتشمل اول حاجة التحليل السياسي للقوة تاني حاجة النظام العالمي الجديد وما ينتج منه او عنه من طغيرات بما تفسر وبعدك دي اسئلة بتيجي في الامتحانات بما تفسر بما تفسر يعد النظام العالمي الجديد اكثر مجالات الجغرافية السياسية اهمية ليه بيعتبر النظام العالمي الجديد اكثر مجالات الجغرافية السياسية في الاهمية طبعا لان السنوات الاخيرة شهدت اتجاه القوى الرأس مالية العالمية الكبرى نحو الهيمنة والسيطرة على مقدرات وموارد دول العالم التائد بما تفسر برضو النظام العالمي الجديد هو الأكثر شمولية طبعا النظام العالمي الجديد بيعتبر هو الأكثر شمولية لأنه بيتضمن عددا من المجالات الفرعية اللي بترتبط بالنظام العالمي ودي بتتمثل فيه ستة حاجات الحاجة الأولانية التكتلات الاقتصادية والسياسية مثل السوق الأوروبية المشتركة واتفاقيات منظمة التجارة العالمية وأثارها على الدول الحاجة الثانية الأحلاف العسكرية مثل حلف شمال الأطلنطي هو الناتو والحاجة الثالثة ظاهرة العولمة والتي ظهرت بوضوح منذ منتصف التسعينيات في القرن الماضي رابع حاجة قضايا الأمن المائي والغزائي والطاقة للدولة خامس حاجة المنظمات الدولية والإقليمية مثل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وسادس حاجة وآخر حاجة أثار التدخلات العسكرية وغيرها لكذا النظام العالمي الجديد هو الأكثر شمولية يقول لنا ما المقصود بالعولمة هنقول له العولمة هي عملية تغيير الأنماط والنظم الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها الدولة الأقوى لغرض أو لفرض هيمنتها على الدول الأخرى وتشمل عولمة اقتصادية وعولمة اجتماعية ممكن بيجينا سؤال يقول لك العلوم الأخرى زي علم التاريخ والعلوم السياسية وغيرها من العلوم الأخرى وعشان كده بنقول أن الجغرافيا السياسية ليست علما قائما بذاته وعشان كده بتعتبر العبارة خطأ وده الإثبات بتاع خطأ نيجي بعد كده لأسئلة الوحدة الأولى ودي اللي عليها 22 درجة ودي طبعا من الأسئلة المهمة اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي تعالوا بسرعة معايا نروح للسؤال الأول ونشوف السؤال بيقول إيه وكمان إجابته إيه قارن بين الدولة والأمة من حيث التعريف والخصائص طبعا لو جينا للتعريف والخصائص بتاعت الدولة هنلاقيها أنها وحدة سياسية تشغل منطقة معينة من سطح الأرض تضم سكانا دائمين وتحكمها سلطة عليا ذات سيادة اللي هي بتسمى الحكومة بتدبر شؤونها الداخلية والخارجية أما الأمة فهي مجموعة من البشر لهم غالبا أصل عرقي واحد تعيش على رقع من الأرض لفترة زمنية طويلة وبتربط ما بين أهدافها روابط مشتركة زي اللغة والدين والعادات والتقاليد والتراس والتاريخ المشترك إذن في فرق كبير ما بين الدولة بمفهومها وخصائصها وما بين الأمة بتعرفها وخصائصها ما أوجه الاختلاف بين الدولة والأمة؟ طبعا من الاختلاف هنقول أن الدولة بتمثل السلطة لها الحكومة ركنا أساسيا من أركانها أما الأمة فلا تتطلب وجود سلطة حاكمة تاني حاجة بيمكن أن تتعدد اللغات والعادات والتقاليد داخل الدولة الوحدة زي دولة مثلا سويسرا ودي بيها أربع لغات رسمية إيطالية، ألمانية، فرنسية، رومانشية أما الأمة فمن عناصرها السياسية إن اللغة والعادات والتقاليد مشتركة ما بين أفرادها وده مثل الأمة العربة برضو في المقارنات ممكن يقولك قارن بين الدول الوحدوية المركزية والدول الفيدرالية والدول الكونفيدرالية من حيث التعريف طبعا المقارنة قدامكم علشان ما ناخدش وقت طويل في المقارنة كمان أنا أكبر لكم الصورة شوية كده على أساس يبقى ممكن نوقع في الفيديو ونقرأ المقارنة جزئية 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 وأعتقد أن أنتم يعني المقارنات دي مرت ما بينكم أو مرت عليكم كتير وعشان كده ان شاء الله مش عادينا توقف عندها كتير نروح للسؤال اللي بعد كده برضو السؤال مقارنة بيقولك قارن بين الدول الوحدوية المركزية والدول الفيدرالية والدول الكونفيدرالية من حيث الخصائص اللي فات كان من حيث أو كان من حيث التعريف خلي بالك كان تعريف الدول دي لكن السؤال ده برضوك نفس المقارنة ولكن من حيث الخصائص وعشان كده تعالوا بردك نكبر الصورة شوية علشان المقارنة تبقى واضحة بالنسبة لكل الطلاب يقدروا يوقفوا الفيديو ويقدروا كمان يشوفوا المقارنة بتقول ايه نكبر الصورة كمان علشان نعرف نقرأ المقارنة ديت من حيث الخصائص وينمشي معاها واحدة واحدة كده ان شاء الله علشان نوصل للاجابة الصحيحة وما ناخدش وقت طويل في الاجابة عنها بسرعة نروح للسؤال اللي بعد كده بما تفسر تعد الدول الكون فيدرالية هي الاقل انتشارا والاكثر هشاشة طبعا ده برضو من الاسئلة المهمة ليه الدول الكون فيدرالية اقل انتشارا واكثر هشاشة لان النوع ده من الدول بيعطي الحق لاي دولة من دول الاتحاد انها تنفصل عنه في اي وقت تريده ما المقصود بالعاصمة العاصمة هي المدينة التي تستقر فيها حكومة الدولة ورئاستها وغالبا ما تتركز بها السلطات الثلاث اللي هي التشريعية والتنفيذية والقضائية كمان بيبقى موجود فيها سفارات الدول الاجنبية والمؤسسات الكبرى علل تم اختيار موسكو عاصمة لروسيا على اساس السيادة القومية هنقول طبعا لان لها الاغلبية السلافية علل اختيار الخرطوم ومدريد ونواكشوت عاصم لدولهم طبعا تم ذلك على اساس سهولة الوصول الى هذه الدول علل نقلت تركيا عاصمتها من اسطنبول الى انكرة طبعا سبب مهم جدا بيخلي اي دولة بتنقل عاصمتها من مكان الى مكان ده للحماية والدفاع حيث تحاول ان تكون عاصمتها بعيدة عن الحدود وذلك يعطيها عمقا جغرافيا ويوفر لها الحماية اذا معنى كده اسطنبول كانت يعني على الحدود وده بيهدد مكانتها وبيهدد يعني امنها وبيهدد حمايتها من نواحي كتير من الدول المجورة لها عشان كده نقلتها الى مكان اخر وهو انكرة ده بيعطيها عمق جغرافي وبيوسع او بيوفر لها الحماية مقارنة اخرى قارن بين العاصم القديمة والعاصم المستحدثة واحنا اتفقنا ان احنا مش نقف كتير قدام المقارنات المقارنة قدامكم ايه ونقدر نوقف الفيديو ونقرأ كل كلمة في المقارنة ما بين العاصم القديمة والعاصم المستحدثة نروح لسؤال اخر بيقول لنا ما المقصود بقلب الدولة اللي بيطلق علينا نواة الدولة طبعا هنقول هي منطقة ذات ثقل اقتصادي او سكاني او ثقافي او سياسي لا تقل اهمية عن العاصمة وقد يعبر عنها بكلمة النواة ما المقصود بالموقع الفلكي هو موقع الدولة بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض وطبعا بيجينا سؤال عن موضوع خطوط الطول والعرض ده بيقول لنا علل يعد الموقع بالنسبة لدوائر العرض اكثر اهمية من خطوط الطول طبعا ده لعدة اسباب من اهمها انها بتتحكم في تحديد الملامح العامة لمناخ الدولة كمان التأثير في النشاط البشري للسكان نروح لسؤال تاني بيقول لنا بما تفسر موقع مصر الاستراتيجي ليه بيعتبر موقع مصر موقعا استراتيجيا طبعا هنقول نظرا لاشعافها وامكانية تحكمها في طرق الملاحة البحرية الدولية او البرية وتعد المواقع الاستراتيجية في غاية الاهمية بالنسبة للدولة سواء وقت الحرب ام وقت السلم ومن ماذجها قناة السويس ومضيق باب المندب ومضيق جبل طارق مقارنة اخرى بيقول لك قارن بين المواقع المركزية والمواقع الهامشية طبعا المقارنة قدام حضراتكم ايه نقدر نرجع لها وهي مش كبيرة او يعني ممكن نقراها ونحفظها سؤال تاني مقارنات او يقول لنا علل كسرة الدول المتجاورة تعد نقمة ونعمة في نفس الوقت او يقول لك تعدوا سلاحا ذا حدين ليه الدول المتجاورة حوالين اي دولة بتعد نعمة وبتعد نقمة طبعا لو جينا كده يعني يختلف تأثير كسرة الدول المتجاورة على الدول النامية يعني او على الدول المتقدمة نقدر نقول انه قد يؤدي كسرة الدول المتجاورة الى تحقيق التعاون وبالتالي زيادة قوتها مثل دول غرب اوروبا ودي من الدول المتقدمة واحيانا بتسبب للدولة العديد من المشكلات مثل السودان التي يجاورها سبع دول ودي بتعتبر من الدول النامية اذا هو نعمة ونقمة في نفس الوقت ما الفرق بين الدول البحرية والدول الحبيثة طبعا الدول البحرية بتشرف على مسطحات مائية مفتوحة يعني بيحيط بها مسطحات مائية مفتوحة اما الدول الحبيثة هي الدول التي تقع داخل اليابس وليس لها اتصال مباشر بالبحار المفتوحة ولكن تتصل بالعالم الخارجي عن طريق المرور في اراضي الدول المجاورة وعشان كده بتسمى الدول الحبيثة ما مميزات الموقع البحري طبعا من مميزاته سهولة الاتصال بالعالم الخارجي والاحتكاك الحضاري وتمتع بالثروات البحرية اختار من بين الاقواس وده سؤال برضو ساعد بيجي لنا كتير اول حاجة دول تشرف على البحر بواجهة بحرية واحدة طبعا سوريا وتشيلي لو جلنا الاختيار ده هنختاره دول تشرف على البحر بواجهتين بحريتين لو جلنا الاختيار بتاع مصر والسعودية والمغرب او اي واحدة منهم نقولها وممكن يجيب لنا الخريطة يحط لنا مصر مثلا ويقولك بتشرف اذكر دولة بتشرف على البحر بواجهتين بحريتين او المغرب او السعودية فانت تبقى عارف ان الدول دي اللي بتشرف على البحر بواجهتين بحريتين هي الدول اللي قدامنا دي وفي دول تانية كمان دول تشرف على البحر من جميع الجهات بريطانيا واليابان دول حولها تمن دول طبعا السعودية أو دولة يعني دولة تشرف على البحر بواجهة بحرية واحدة هقول له ليبيا لو جالي ممكن يجيب لي مثلا ليبيا مرسومة على خريطة ويقول لي أذكر دولة من الدول المرسومة على الخريطة تشرف على البحر بواجهة بحرية واحدة فانا هقول له ليبيا علل مساحة الدول الكبيرة نعمة ونقمة أوسي لحظة وحدين زي ما قلنا طبعا مميزات أو النعمة طبعا احنا نروح للسؤال تاني معلش طبعا كل دي اسئلة مهمة لسه كنا عند السؤال ده وبنقول يعني ليه مساحة الدول الكبيرة نعمة ونقمة أو تعتبر سلاح سوحدين مساحات أو مميزات النعمة بقى أو المميزات يعني أن فيه تنوع في التركيب الجيولوجي مما يؤدي إلى وفرة المعادن مثل الصين وروسيا للتحادية كمان من المميزات أنها بتستطيع أن تتبنى نظرية الدفاع بالعمق وبتستطيع أثناء الحروب إبعاد سكانها ومصانعها وبتتوفر لديها الموارد الاقتصادية التي تستوعب حجما سكانيا كبيرا أما من عيوبها والدين النقمة أو السلاح التاني تحتاج المساحة الكبيرة للدولة إلى جهود وإمكانيات كبيرة لتطويرها وتنميتها كمان السيطرة على أجزاءها المترامية الأطراف بتحتاج جهد كبير إلى جانب إمكانيات كبيرة علل برضو مساحة الدول الصغيرة نعمة ونقمة التانية كانت الكبيرة المميزات أو النعمة سهولة الاتصال بين أجزاءها وسهولة تنميتها وتطويرها كمان سهولة حصر واستثمار كل مواردها أما من العيوب سهولة اختراقها والسيطرة عليها أثناء الحرب مثل سيطرة ألمانيا على غولندا وبلجيكا أثناء الحرب العالمية التانية كمان من عيوبها تكون أكثر تأثرا بالكوارث الطبيعية إذا ما تعرضت لها كالزلازل والبراكين قارن بين المناخ المعتادل والمناخ المتطرف ودي طبعا مقارنة موجودة قدام حضراتكم أهية المناخ المعتادل والمناخ المتطرف نقدر نقراها بسرعة ونوقف الفيديو ونشوفها نروح لسؤال تاني بيقول لي تمثل الولايات المتحدة الأمريكية مثالا للتكامل بين أقاليم الدولة طبعا ده سؤال يقول لي أعلل أقول له التنوع المناخي في الإنتاج الزراعي الذي يعمل على تنوع الأنشطة الاقتصادية مما يؤدي إلى التكامل بين أقاليم الدولة وتعزيز وحدتها الوطنية ممكن برضو يجيني سؤال يقول لي التقدم التكنولوجي والمناخ قد يساهم أو دور التقدم التكنولوجي والمناخ هنقول له قد يساهم في التقليل من أثر المناخ السلبي على الدولة من خلال تطور وسائل النقل والمواصلات وأجهزة التكييف والزراعة الحديثة في البيوت البلاستيكية اللي احنا نسميها الصوة سؤال من الأسئلة برضو المهمة يقول لي قارن بين الدول المرسلة والدول المستقبلة للهجرة طبعا فيه أثار إيجابية وفيه أثار سلبية الدول المرسلة حل مشكلة لديه الأثار الإيجابية حل مشكلة البطالة وزيادة داخل الدولة زي مصر الدول المستقبلة من الأثار الإيجابية إنها بتوفر للمهاجرين لديها الأيدي العاملة طبعا وزي الدول الأوروبية ودول الخليج العربي أما من السلبيات أو الأثار السلبية طبعا الدول المرسلة تفريغ الدولة من الأيدي العاملة وخاصة الكفاءات أما الدول المستقبلة فمن العيوب عدم التجانس ما بين سكانها سواء كانوا السكان الأصليين أو السكان المهاجرين إليها نروح لسؤال تاني بيقول لنا حجم السكان الكبير سلاح زح الدين طبعا هنقوله أن المميزات إعداد جيوش عسكرية ضخمة وتوفير قوة بشرية عاملة في مختلف القطاعات كمان بتتيح فرص ظهور المبدعين في مختلف المجالات أما من العيوب صعوبة توفير الغذاء للسكان صعوبة توفير الأمن والحماية ظهور حركات التمرد الانفصالية أخيرا سؤال أخير بيقول لنا حجم السكان القليل برضو سلاح زح الدين طبعا هنقوله تفتقر للأيد العاملة لذلك تستعين بالأيد العاملة الخارجية دي يعني السلاح من الحاجات اللي بتدل على أن حجم السكان ليعيوبه تضطر العقد تحالفات سياسية وعسكرية مع دول كبرى مثل ما تقوم به بعض دول الخليج بكده نكون وصلنا لنهاية المراجعة دي وإن شاء الله نحاول نجيب لكم مراجعة تانية فيها أسئلة مهمة لكن ذكروا المراجعة دي كويس جدا علشان إن شاء الله لو جي منها حاجة في الامتحان تكون ضمنت بيها الدرجة النهائية فيها وربنا يوفقكم جميعا بإذن الله وإن شاء الله تطمنونا بعد الامتحان وتقولونا الامتحان جي كويس يا رب إن شاء الله وحصلنا فيها على الدرجة النهائية لغاية ما نشوفكم في مراجعة تانية لكم منا كل الدعوات بالنجاح والتفوق بإذن الله